أنا هدأ معاك بالحاجة اللي بترهكني وأعتاك بترهج جمهور منتخب مصري جمهور الشعب المصري كله يعني وأظن إنها هترهج بيتوريا كمان وإن شاء الله إليها حال وإنت وإليها الحال إحنا زهرنا في الدول الأول بشكل كان جيد هجوميا يعتبر ولكن مش جيد خالص دفاعيا إزاي بكرة نتلاشى هذه الأخطاء الدفاعية وصط سرعات كبيرة جدا في هجوم المنتخب الكنغولي عشان لا قدر الله بنبقاش بنعمل شكل حلو قدام وعندنا سؤال بالأهداف يمكن حتى المركز اللي احنا تأهلنا به والمركز التاني صادف إحنا اللعب منتخب الكنغو اللي بالمناسبة هو بيتميز بنفس المشاكل اللي عندنا بمعنى إيه اللي مشاكلنا إحنا الدفاعية في المقابل هي قوة يتميز بنفس المشاكل المراضي ميزة مشاكل دفاعية من نسباله ميزة إنت بتتكلم إلينا إحنا مشاكلنا الدفاعية هي نقطة القوة عند منتخب الكنغولي فدي هتزود القلق عند فيتوريا وعندنا إحنا كجمهور مصر لو الشباب هيجيوه لنا حالات الدفاع لمنتخب مصر وبعد كده هنستعرض حالات الهجوم لمنتخب الكنغو لما خليفة يجي يتكلم معنا وأنا هتكلم معاه فيها هتلاقي اللي إحنا فعلا هنقابل مشاكل كبيرة بكرة قدام منتخب الكنغولي لا إن شاء الله ما نقابلهاش أنا بتكلم لو إحنا معالجناش لو إحنا معالجناش لو ظهرنا بنفس الشكل الدفاعي دي ممكن المباراة الأولى قدام موزمبيك دايماً الاختراكات اللي بيتم علينا كريم دايماً مع الأطراف الملعب وده سببها إيه؟ إن إلي إما الاتنين اللعيبة رقم 8 بيقدوش الأبوار الدفاعية بقى أحسن حاجة اللي هو كان في أول مباراة كان حمدي فاتحي وكان أحمد سيد زيزو وبعد كده الموضوع اتطور بقى إمام موجود مع حمدي فاتحي وبعد كده استمر السنائي ده دي مباراة موزمبيك دي كانت أول حالة أوفر بيتعمل جوه منطقة الجزاء استغلال المسيحات نمش نستور يا جماعة بشكل أسرع يعني ناخد الحالات الفريمات وراء بعض بشكل أسرع أوفر بيتعمل طبعاً قوالة لعبة موزمبيك أقل كتير من أي منتخب احنا ممكن لعب أي لعب تاني عنده قوة هجومية وشراسة نستغل الكرة دي نروح للحالة اللي بعديها دي برضو ممكن اللعبة استمرت نفس الكلام يا كريم برضو الاختراكات كلها بيتم على أطراف الملعب اللعبة الكرة دي هتتمرر ناحية الليمين دي ممكن تقريباً كرة الهدف الأول لمنتخب موزمبيك كامل الفريم باللي بعد كده كل الاختراكات اللي بيتم لكل المتخبات في المساحة اللي ما بين الباك وما بين المساك ودائماً استغلال عدم ارتداد لعيب رقم 8 أو لعيب الجناح الشمال أو الجناح الليمين اللي في منتخب مصر دي ممكن المشاكل اللي بعلمينا منتخب نعليجها إزاي؟ تعليجها زي التزام بالأدوار الدفاعية سواء من العيب رقم 8 أو بالعيب طرف الملعب يبقى فيه التزام بالأدوار الدفاعية اللي أنا عارف اللي أنا عمي ودي سببها حاجة واحدة عملية الترحيل وسرعة الارتداد اللي انت حتى وانت معاك الكرة بتضغط لقدام وبتفرغ مساحة ما بين الخطوط يبقى فيه عملية ترحيل لخط الظهر بحيث يبقى فيه تقارب في المساحة دايماً ما بين كل الخطوط بتاعت منتخب سواء الدفاعي أو وسط المرعب أو الهجومي فدي بيتقلل المساحات حتى ما بيجي عليك هجمة مرتدة انت بشوف مثلاً ليفربول ما بيعمل ضغط عالي فبتلاقي خط ظهر ليفربول واقف على آخر نقطة في السنتر بتاعت فريق المنافس فعملية الارتداد بتبقى صعبة أول الفرقة اللي انت بتلعبها ففي الآخر هو المنافس هيبقى إيه؟ واحد على ثلاثة مدافعيين داي خليني أسألك من الثلاثة اللي في النص اللي انت عايز تشوفهم بكرة مروان أعطي لعيب رقم 6 على يمينه محمد النيني وده لي الجهازية لأنه هو راجل لعب ماتشين والجهاز مش عايز مهند لاشين أقوله تعالى خش انتحر معي في المبارة دي وطبعاً النيني احنا قلنا قبل كده اننا نقدر استفيد منه كلعيب رقم 8 أكثر من هو لعيب رقم 6 ونحط الشمال حمد فاتح وده مكانه ومركزه ومتعود عليه ده يمكن الثلاثة اللي يقدر يديه بمعنى إيه انت تقدر تديهم تكلفات وواجبات دفاعية مع أطراف الملعب خاصة ان المنتخب الكونغو شغله كله لما يجي نتكلم عليه هجومياً بيستغل دايماً المساحة لما بين الباك سواء فاتح مع محمد بنعم واحجازي مع محمد هاني أو لو محمد حمد لعب فدي دايماً المشاكل اللي بتظهر عندنا كل الهجمات بعد كده سواء بقى مبارات موزنبيك مبارات غانا مبارات كاب بيردي نفس المشاكل والست أهداف لدخل مصر كلها من عن طريق أطراف الملعب لمنتخب مصر ممتاز